يبدو أن مسلسل الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية لم تنتهي حلقاته بعد فبعد يوم على قتل تل أبيب أربعة مسلحين قالت إنهم حاولوا زرع عبوة ناسفة في جنوب هضبة الجولان حتى استباح طيرانها مرة أخرى سماء دمشق ومناطق سورية أخرى بضربات جوية نفذتها طائرات حربية ومروحية عسكرية قررت إسرائيل الرد على عملية المسلحين الذين لم تكشف هوياتهم بعد والأهداف مواقع عسكرية تابعة للنظام السوري فضلا عن وسائل جمع المعلومات ومدافع مضادة للطائرات ملوحة بمواصلة الرد على أي عمل ينطلق من الأراضي السورية وبحسب مصادر الحدث فإن الغارات استهدفت أيضا مواقع للنظام في هضبة الجولان ومدينة البوكمال عند الحدود العراقية السورية منطقة التل الأحمر في ريف القنيطرة الجنوبي الغربي لم تسلم هي الأخرى من الضربات الإسرائيلية بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أكد سماع دوي انفجارات عنفة في المنطقة جراء عملية القصف في غضون ذلك أكد إعلام النظام أن الدفاعات الجوية تصدت للضربات التي استهدفت ريف الدمشق الجنوبي الغربي وأن القصف لم يخلف خسائر جسيمة واقتصرت على بعض الخسائر المدية وعلى عكس ما صرح به إعلام النظام فإن مصادر الحدث أكدت أن هناك أنباء عن وقوع إصابات في ريف العاصمة السورية عيسى بوسوسو الحدث